في مثل هذه الليالي التي ولد فيها نور الكون محمد والصادق جعفر عليهم السلام لا يتم احتفالنا ولا تسر أرواحنا إلا بالاستماع إلى الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة وسماحة الشيخ أحمد الأنصاري فلنستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد ثانيا غفر الله لكم على محبة الصادق الثالثة بأعلى أصوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين اللهم بفاطمة وأبيها وبعليها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآله وحشرنا في زمرتهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أين أبدا زكي سري سني وفي ولي بهي علي فكور شفيع سميع سنيع مطيع ربيع منيع رفيع وقور مجيد سديد سعيد شديد رشيد حميد فريد مصور حبيب لبيب حسيب نسيب أديب أريب نجيب ذكور عظيم عليم حكيم حليم كريم صميم رحيم شكور جليل جميل كفيل نبيل أثيل أصيل دليل صبور حليف شريف لطيف طريف حصيف منيف حفيف غيور حبيات في صفاته صلى الله عليه وآله وسلم من السماء التي أنزلت هذه الصفات في إنسان ما عرف لا خلقه ولا خلقه ولا وجوده ولا مولده أحد حينما نأتي إلى كلمة فقد طلع البدر علينا من ثنيات الوداء وثنيات الوداء هي التي كانت إذا مر بها إنسان لم يخرج حيا ومن دهته الدواهي ودخل إلى ثنيات الوداء فيعتبر ميتا لشؤمها ولسكون من يسيطر على الإنسان ما كان يعتقده العرب فخرج حينما أتى إلى المدينة خرج من هذه الثنيات حيث أنه المصاب بالجنون وبالفق وبالحاجة يقول ادخل ثنيات وداء خرج منها محمد فتشفى وتعافى الله مصل على محمد وآله محمد عن إنسان تقول فيه زوجته خديجة وهذا الإنسان حينما حرج به إلى السماء كل إنسان حينما يسافر له لقطة له بسمة له راحة له شدة له تعب حينما يصل إلى أهله فيذكر منافع السفر ويذكر ما لاقاه من السفر ومحمد العظيم والرسول الكريم والنبأ العظيم ماذا يقول جئتكم قالوا ما هدية سفرك إلى السماء ولقائك مع رب العلا حيث وصل وصل قاب قوسين أو أدنى قاب قوسين ليس بمعنى أنه طول القوس بل إنما لقال طول قوس قاب قوسين إذا وهذه ذكرناها سابقا إذا الفرسان تلاقوا وأراد أن أحدهما يهمسوا أو يتكلم كلام احترام فلا يكلمه من بعد بل إنما يحاذيه يدنو منه فالفارس إذا جاء إلى الفارس وأراد أن يطالسه أن يسلم عليه أن يعبر ما في قلبه فرؤوس رأسي فرسيهما تختلفان هذا من هنا وهذا من هنا بحيث أنه لو كان حاملين قوسين لاصطدم القوس قلب القوس بقلب القوس الآخر أين محمد من ربه فخذ هذا المثل هل وصل إنسان هل وصل رسول هل وصل من الأنبياء أحد إذا من هذا الذي تخلينا عنه واليوم نرى في العراق ماذا يحدث وفي إيران ماذا يحدث وفي لبنان وفي الخليج وفي كل مكان من هذا كلما ابتعدتم عننا ابتعدتم عن أنفسكم لهذا لما رجع فارق خديجة أربعين ليلة حتى منع من النظر إليها لأهانة أهانته أنه أعطيناك الكوثر صاحب هذه الصورة سبب نزول هذه الصورة حينما قالوا أنه أبتر فلما رجع دعا جاء قيل له احرف طريقك طريقك على أمك فاطمة بنت أسد زوجة عمك أبي طالب حيث لما ولد النبي في تلك الليلة لما ولد فكانت تأخذه حتى ليلة الميلاد شعدنا عندها ماذا نعرف عن ليلة الميلاد كيف حدثت ماذا حدث في ليلة الميلاد لماذا لا نقول لأطفالنا لماذا الآن حينما تؤجج الشموع تعلق الزينة في هذه الميلاد بميلاد عيسى سلام الله عليها هو وأمه عليها السلام نركض نحن كشيعة كمسلمين ونتبارك بمولد عيسى وهذا ليس عاطل ولا باطل لكن أين أنت من نبيك ماذا صنعت لنبيك ماذا أخذت من نبيك عيسى ولد وقيل لها أن هذا بيت عبادة وليس ببيت ولادة ومحمد انظر إليه الحالات الكونية التي صدرت والحالات الكونية التي وقعت الحالات الكونية التي حدثت في مولد النبي صلى الله عليه وسلم حارت العلماء بها ماذا يقولون فيها ما بقى كرسي وعرش ظالم أو طاق أو حاكم أو سلطان إلا وانقلب ما كان ثم سلطان أو حاكم أو من له رياسة وسدانة وقضاء الله وخرس 24 ساعة تغور بحيرة ساوة تكسر شرف من ذاك القصر الملكي العجيب القريب في الفارس حيوان كسر قبل أن يأتي بالرسالة وقبل أن يقول أنا رسول لكن الكلام حينما دخل على زوجته حبيت لعد هذه الكلمات أنه لما إجا من سفره من السماء كما يقول إنشتاين حينما يسأل السيد البروجردي بواسطة الدكتور السحابي رحمة الله عليه الذي يقول حينما سؤل كيف أنت وتعد أبو الفيزياء والكيمياء وملتزم بالصلاة وزيارة عشورة قال هكذا أدبتني أمي حينما ذهبنا إلى لبنان فاتخذنا لبنان لأنه فيه شيء من الإسلام قبل سبعين سنة وأكثر أقل والشيء الآخر أنه فيه لغات فتعلمت اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والفارسية عندي ظهر الألمانية أهم فسألني أنشتائن هل أنه يوجد مما يؤيد نظريتي ما يسمى بالتشريع الإسلامي أو الشريع الإسلامي فإذا من الممكن أن تترجم هذه الرسالة لعد المرجع الوقت كان السيد البروجردي فكتب السيد البروجردي في مجرد أن قراءها السيد البروجردي كتب له من دون ما يطالع ويروح يجيب لمشاورين منه ومنه قال نعم والرواية في بحار الأنوار في إسراء النبي وفي معراج النبي يقول حينما مررت على حي من الأحياء فعلق طرفي بركوة من الماء أو بإبريق من الماء فانهدأ مليان ما يقام فذهبت وكلمت رب العزة ورجعت والماء بعد يسيل وهذه النظرية التي قام بها أنشتاين حول مسألة السرعة إذا فارغت أكثر من اللازم يتوقف في الزمان في توقف في الزمان فمن هذا من هذا النبي الذي نتكلم عليه الذي لا يقدر يحل مسائل العراق ولا ما يقدر يحل مسائل العالم ولا لم ننتظر ولده الذي يبسط العدل في في الأرض التي هي منشأ الفساد السماء لا يكون فساد وإلا لقلنا في السماوات من هذا النبي الذي حينما يأتي يبشر يبشر به أشرف الأنبياء أحلاهم أجملهم من هذا من الذي عرفه عرفته واحدة حينما تقول جاء الحبيب الذي أهواه من سفري سفرتي أنا مسافر بعمره كله سفرتي سافر سفر 12 سنة عمره أو 11 سنة عمره النبي صلى الله عليه وسلم هل أنا لما سافرت 11 سنة عمري أبوه علمني بشيء من النبي حيث يراه بحير الراهب يقول من هذا الشاب من هذا الصبي يجون الأهل مثل ما يقول يجون أهل القافل يجلسون وهو الوحيد الذي يبقى يرعى الإبل أو يرعى ما رمز يوجد شيء بينه بين عم أو طالب يحدق فيهم فلم يرى مطلوبه يحدق فيهم فلم يرى جوابه فيقول لهم هل بقى منكم أحد خارج الدير يقول الله وبعد الإسرار نعم كأن ما يوجد معكم أحد لم يدخل الدير قالوا نعم ابن أبي طالب ابن أبي طالب أبو طالب يصير عم قالوا هذا ولد أبو طالب يكون هناك فشخصه ببصره وإذن به ساجدا يقول لمن هذا أنت أبوه قال لا كيف فتقوا الولد قال لأن أبوه مات وهو في بطن أمه مجيب قال إلى أين تريد به قال في تجارة قال إرجع به هذا لا يتاجر به هذا يخشى عليه آمن سلام الله عليها آمن أمه تقول حينما كنت حامل به حملت حامل في الشهر الساد الخامس السابع قبل أن يموت أبوه فأمر عبد الله بماشطة تمشطني اسمها زرقاء هذه الماشطة كانت تمشط شعرها وإذن في مرة والصرخة حدثت وصرخت آمنة ركضوا إليها وإذن بيد زرقاء خنجر ما هذا الخنجر هذا الخنجر لمرأة مشعوذة وصاحبة سحر حيث حيث أنها أعطتها من المال إن كنت قادرة أن تشقي بطنها وتطرح ما في بطنها وما في رحمها فلك أكثر وأعطتها هذا الخنجر حتى تقتل محمدا وهو في بطن أمة فركضوا عليها وأقرت وذهبوا إلى تلك العجوز الخائبة التي أرادت قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذن بها تقول وهذا دليل على نبوته لو لم يكن نبي لما اعترفت أو لما كانت هذه الأمة تعترف بما أوكلتها هذا سفر من الأسفار والسفر الثاني حينما سافر باعتجارة لخديجة لهذا هذه الأبيات ينسبونها لخديجة الناس لما تسافر وتجي يطون مبلغ يطون شيء يقولون والله حصلنا ضعف ضعفين في رواية جاء بالسبعين ضعف أو أربعين ضعف وكل من يشتري منه يقول اشترينا من من كان يعمل على مال خديجة بأبخس ثمن من أنت لهذا لما جاء الحبيب الذي أهواه من سفري والشمس قد أثرت في وجهه أثرا عجبت للشمس من تقبيل وجنته عجبت للشمس من تقبيل وجنته والشمس لا ينبقي أن تدرك القمر والشمس لا ينبقي أن تدرك القمر لواحي زليخا لو رأينا جبينا لواحي زليخا لو رأينا جبينه لأثرنا بالقطع القلوب على الأيدي مو البرتقال أو التفاح قطعنا لا لأثرنا بالقطع القلوب على الأيدي ولو سمعوا في مصر أو صاف وجهه ولو سمعوا في مصر أو صاف وجهه لما بثلوا لما بذلوا في سوم يوسف من نقدي من أنت أبره جهز الناس أن يبنوا مما كان من بالقيس وعروشها وقصورها كعبة في مناخهم ويمنعون العرب من التجارة في موسم التجارة في حجه ولم يحج أحد منعوا الناس ولم يحج أحد ما باعوا بعض التجار ولم يأتي أحد إليهم قالوا إذن ماذا نصنع قال عليكم بهدم الكعبة لهذا جاء بجميع ما يملك ليش يجي يهدم الكعبة وش يريد من الكعبة أمو أحد سائل ليش العرب هما كانوا محاربين إلا هو ما جاء يحارب العرب هو جاء يقول جئتوا لأهدم بيت ربكم أو أربابكم فإن كان مانع منكم في هذا جيشي وإن كان مانع من ربكم فليأتني اشتردون قلوا لي مانع من النوم وحدة من الطريقة ليوقف قدامي الجيش الجرار الذي جاء يعد بأكثر من مائة ألف أو مائة واربعين مائة وعشرين ألف ما جاء لبله خمسة ستة وثلث أربعة فيالة قطار ممتد بالكيلوات والشيء العجيب الغريب الذي لا نرى له مثيل يقف أكبر الفيلة يخرج إليه والحادثة اللي قبلها سامعها يقول لا لا أنه عين زمزم نضب ماءها خلينا وصلهم إليك حتى تصير عندك معلمة وأشير إلى البحث هذه مقدمات بحثنا أنت تاخذها إن شاء الله تعرف كيف تاخذها كان الحارث ابن عبد المطلب عند أبيه فقط قال يا عبد المطلب لأحفرن عينها زمزم أنا جدي إسماعيل فأحفر العين حتى المي يجري لأنه نسدت قال لا ما أخلوه ليش قالوا لأ خاف تسوي لك عيب آخر تنطمر كلش حتى ما ينشرب فمنعوه فمنعوه قال لا لا بد من الظهر فلما ذهب قال رأيت أعمدة من الذهب وفي رواية كنزا من الذهب يمنع في رواية أنه صار بينهم حرب أنه إذا ذهبت لابد من أن التقاسم العرب شايفه هذه المشكلة أخو أبو خير ماكو بس شر العراق عسى ما ينطفع عندهم ياهما من يملك أرضه وكلها شايفين عم شفت لك واحد خير منهم هذه إذاحاتهم كلها أعراب ما في عراب لهذا أمير الممني عليه السلام خلي شيري تصير قالوا من العرب قال شعتنا قالوا ولم قال لأنهم يعون القرآن ويفهمون محمد وقال محمد ويتابعون ليش سيد الخوئي رحمة الله عليه سيد الخوئي يذكر قضية عجيبة غريبة ملفتة هذا الإنسان النحرير العالم الكبير العجيب الغريب يقول دخلت إلى المدينة دخلت على قبر جدي رسول الله سلمت عليه وأنا أقول السلام عليك يا جداه يا رسول الله السلام عليك يا رحمة الله الواسعة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سيدي رأفة بعبدك وبعبيدك وبأمتي قلوا هذا الخطاب هذا الموجود والزيارات اللي تجع عليه وإذن واحد لا تكفر يا شيخ قلت له ولم وما الكفر قال إنه ميت أتدعو ميتا قلت له وقف تقول ميت طلع القلم والعياذ بالله قال أترى هذا القلم قلت نعم قال إن يكن حيا كما تخاطبه فأنا أخاطبه يا محمد خذ القلم يا محمد خذ القلم يا محمد خذ القلم ثلاثا قال لي بسيطة السيدة قال لي جيب القلم يو عندك أنت قل لي يا الله أخذ القلم بلى ربك ياخذ القلم يوما يخذ شوف ربك بلى الله لي هو حي يعطي الحياة لكل حي لك شن من منطق هذا وأي منطق هذا تتكلم به ومن أنت وهذه مشكلتنا ابنة نفس الشيء وما عنده ابن فينذر نظرة اللهم إني أحفرها إذا فيها الشيء طلع وبين يقولون طلع الذهب ولما شاف وهيش قالوا عمرح ثم ضب أكثر فأكثر وصار الحراك فما قال ماء يأتي بين سويعات أو ليالي يأتي شيء من الماء الليالي الأخرى يروح الماء فقالوا لئذ فلما إجى ضربها بمعوله وكان على يده ولده يجر على يده نذر نذر إذا الله الطان 12 ولد واحد منهم أقرب قربان إحنا من نقول قربان يعني ذبحة لا القربان معنى من المعاني اللي فيه الإعجاز وإحنا من المعاني القربان يعني أريد معجزة لهذا أنت لما تقل عند الحباس إلك هالشيء هذا إلك هو الحباس يحتاجك ويحتاجني يعني أريد نقول يا عمي أريد معجزة فيه ابني بواسطتك لله سبحانه وتعالى هاي المشكلة اللي فصار وولد له من المواليد يعني حتى هو ابنك أو أبناء قالهم أنا لما حفرت بير زمزم لما نضب ماءها فأنا هذا نذري قالوا لقد حان الأوان لأنه أصغر ابنك أصغر واحد ياهو عبد الله أبو محمد عبد الله كان عمره 21 22 بعض 24 فهذا فهذا ولدك لأخيرهم هل ستكون نزوج قال لا قبل الزواج أجه فلما جاء به صاح والعرب أي أذبح إحنا العرب شوفوين شوفوين اللغز حتى لا أحد يحتي مو أنه يعرف مو أنه ما عند رحمة مو أنه ما عند دليل مو أنه ما عند دين مو أنه ما عند تشريع لا أكثر من ذلك هذا عبد المطلم هذا سيد القوم هذا فيه النبوة لما يجي اجتمعوا الرؤساء قالوا أبويا احنا هذا النظر عندنا قبلك أنت هو ناذرين بس بالفداء نسوي والفداء لا يكون إلا بمن بالقرآن نقترع قالوا وبما تقترعون قالوا اقتراعوا العرب بين الشات وبين البقر وبين الإبل هو وطاقت الإنسان قال لا من الإبل قطائع من الإبل بركت بالمئات بهم يقولون بالآلاف وأخذ يقترعهم قالوا محطة وألف قالوا لا تخرب عادتنا علينا خليها مثل ما احنا عدنا وحدة 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 باسم عبد الله ثلاثة أربعة خمسة وصلت للعشرة قال زيدوا عشرة لا تخلونا وحد وعشرة زادوا عشرة نفس الشيء ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين مية مية القرعة بالإبل قال مرة ثانية اقترعوها مرة ثانية بالإبل مرة ثالثة اقترعوها مرة ثالثة بالإبل أنه تنحر مئة نحيرة من الإبل فداء لمن لعبد الله قال كرروا هالي خمسة صحة العرب ما هذا ما هذا منك ليش يش تقول عادة مرة سوية ثلاث مرات وسكتنا زين هذا باب مفتوح مننا وتشوف الباب الآخر يتكلم مع وهب أبو آمن ويقول له إن شاء الله إن خلصت مهمتي من الفداء فإني خاطب عندك لكن لا تخبر أحدا وعليك بالطبخ والزفاف لابنتك من ولدي فإنه مكتوب أو وصل إلي أو ما أوحي إلي ما أدري شي نهاية إحنا مشكلتنا أنه ما ندخل بهذا المساء ونريد كل شي بالحج ما يصير في الكلام العاطل الباطل بالسباب ما يصير فشالوا أهله قالوا كل يوم ننحر عشرا حتى الناس تاكل المشكلة عندنا عشر بيوت نحسب كانوا في مكة بينما دعا الناس بأكملها جميع المناطق العشائر في بعض الروايات أنه بعث على من يحل ويربط بين العشائر أن يحضروا عيد مهرجان نحروها بأكملها وقسموها وطبخوا وأكلت الناس وأخذت الناس وهو يتسلل مع ولده وين إلى بيتي وهب جاء إلى وهب آمنة بنت وهب يتصلون بالأجراد بالجد الرابع الخامس وصيد ظاهر أعوبي لما يدخلون لما يمر النبي صلى الله عليه وآله 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 بالأحياء اللي كانت قبل كان العشق والحب مو مثل هسة مو مثل ما هسة نسمع ونشوف العشق والحب كان غير لهذا كانت بنات العرب معروفة شوف مثلا ليلة العدوية عرضت نفسها على عبد الله وأبيه قالت يا عم خذني إلى أنا أزوج فاطمة بنت مر أيضا عرضت نفسها أخت نوفل الأسدية عرضت نفسها والرابعة أم مو كل واحد يجي ويقول أنا أو كل بنت يقول أنا لا لا ذول المتشخصين ومر عليهم فقيل لهن ما رأيت ما رأي يكن فيه والذي رأيتن فيه قلنا النور الذي في جبينه كل منهن يقول تقول يا ليته كان لنا لأنه حصة السماء حصة السماء هذه وإذن به يعدو ورأى أبيه حتى دخل على بيتي آمنة تزوج آمنة سبعة أشهر ستة أشهر وهي تتكلم وتقول يا عبد الله أن الجنين الذي في بطني يؤنسني فما رأيت له صفة مما تصف أمي أو نساء أشيرتي مما في حملهن فقال أعلم وإنه المبشر المبشر هذا اللي عندنا من أبوه لهذا لما صار بالشهر الثامن الظاهر يقولون فقال له يا آمنة إني أذهب لأأتي بجهاز ولادته ماذا بالمناطق العربية العجم عدهم هذه الأشياء أنه الطفل من يصير يجهزون لفرد تجهيز خاصة لعد سنة لعد ستة أشهر كل شي يجيبون له قال هنالس سوق ما بي شيء بالمدينة أكثر أو إذا ناقص مناك أجيبه فبالشهر السابع أو الثامن يصاب بالحمة يفارق الحياة وهي تبقى عند عمها وعند أبيها بحيث يقول لا يفارقها عبد المطلب بعدما جرى عليها أنه تقتل أو شيء زين ف صارت حادثة أبرهجة بالإبل واقتحم الحجاز ودخل على مكة بالنطح نطح الفيلة وبالتهديم وبنقل أحجار الكعبة إلى كعبته التي جهزها هناك حتى لا يقولون ماكو كعبة يقولون حتى الجدران جبت معاكم الجيش كثير وكبير ولما إجا من زاوية من زوايا مكة فكل شيء كان عند الناس وعند العرب من المواشي من الكذا أخذها من جملتها في رواية أخذ خمسين ألف أو خمسة آلاف خمسمائة ألف بهم يقولون مليون من الإبل التي كانت لعبد المطلب شكثر ما ندري هي بس خديجة كانت تملك بأملاكها بالملايين من الإبل مليون نفر مليونين نفر بهم يقولون ما نعرف وإذن بعبد المطلب يخبره رعاة إبله فيأتي هذا مخيم قريب من الكعبة وكون اليوم بكرة كون يجهز حاله لهدمها الناس فرت ما بقى منهم أحد في مكة في البيوت لم يبقى أحد فرت إلى البراري إلى الجبال البيت الوحيد الذي كان يسكن ويسكن فيه أهله هو عبد المطلب بيت عبد المطلب وأولاده من النسوة التي كنا وحتى يقول بعض النسوة أبنائه أو بعض أبنائه أيضا هربوا أو قال خذوا أطفالكم واذهبوا جاء إلى آمن قالت لا والله يا أبتا يا عمى أتركك لا تتركك من معك قالت فاطمة بنت أسد وأخي وابن عمي أبي طالب أمران فسبحان الله صارت القضية شيء ملفت وعجيب غريب جاء إلى أبرحة في رواية وكانت تمشي من وراء عمها على بعد تخاف عليه حتى أنه وصلت الأمور قل له يا أبرحة إن هذا شيخ العرب أو شيخ مكة يريد اللقاء بك قال جاءني ليعفيني من هدم مكة ماذا تريد؟ جئتني لتمنعني من هدم البيت لكي أعفو عن هدم بيتك ربكم أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه كل رواياتنا التي تذكر بالتاريخ التي موزون يقولون لما سمعها ارتجف قال ماذا تقول؟ قال لإبل أخذتها جيوشك أرجعني إياها ما قال لا ولا قال بس قال فرش قال ظننتك جئتني لتمنعني من هدم بيت ربكم قال قلت لك أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه أو يحفظه بيش الله سوى؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تغليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل بقد حبة العدس لم يبقى منهم لا فيل ولا كفيل لم يبقى منهم إلا واحد هربا إلى وطنه قال ما بكم قال قتلنا أبدنا كنا راحت مضى الأحد قال وكيف؟ قال منها تحمل ثلاثا من الأحجار بمقدار العدسة فإذا ضربت الإنسان أو الفيل تخرقه من رأسه إلى جوفه بعد ما تخرقه ينتفخ فيتلاشى شنه من سلاح؟ ما أدريك قالوا كيف هذا يكون هذا قال نعم مثل هذا الطائر جاء عليه أسقط عليه واحدة ما ترأوه كيف ينتفخ في تلك الليلة روايات عندنا في تلك الليلة ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا ولادته ولادته كانت تضاهي ولادت أو هجوم أهل الفيل على الكعبة التي أرادوا هدمها تقريبا بالخمسمية وسبعين وواحد وسبعين واثنين وعشرين من أبريل شهر الرابع الظاهر خمسمية وواحد وسبعين وسبعين بالميلادي هذه الحادثة حدثت فلما حدثت هذه الحادثة خرجت البيت اللي كانت في آمنة أكو رواية تقول قالت لأمها أماه إني أريد أن أبكي زوجي أو أنعى زوجي قالت بني ما بكي نور عيني أنت في هذا الحال وفي هذا الأمر كيف تقولين ذلك وأنا بخدمتك هذه فاطمة بنت أسد إختك هذه قالت دعوني أكون لوحدي تقول دخلت غرفتها زين وإذن بها خارج بطفلها قيل ومن الذي ساعدك قالت حينما دخلت وسكرت الباب وإذن نساء أربعة أقبلنا إليه ولدذك آمنة الفخار مباركا ومطيبا ومطهرا تطهيرا وحواك من حجر وحواك منها حجر أكرم حرة وإذا النساء كرمت وإذا النساء كرمت طبن حجورا فجاءت به حتى أنه أخذته أو أخذه جده عبد المطلب ماذا سمّاه أول اسم لم يسمّى مثله في العرب قط سمّاه محمد ما معنى محمد أي يحمده الله وهان الفلاسفة يبحثون على أنه النبي أو الأنبياء هل نبوتهم بجعل إلهي يوجودهم كله بجعل إلهي ركعات ركعات الصلاة الفروض والنوافل الشكثر واحد وخمسين سبع طعش بسبع طعش بسبع طعش سبع طعش فروض والسبع طعشات الثنين الأخر أدنا إحنا شنّي النوافل يقول وهكذا أجداد النبي سبع طعش أنبياء سبع طعش حكماء سبع طعش علماء أبطل كهانة الكهنة وسحر السحرة وسحر السحرة الأصنام كلها طاحت أخمدت نار فارس بعد ألف سنة انشقت اقتصرا وهل مجر إلى هذه الأشياء التي نراها كثيرة وكثيرة زين فأي شيء جعله الله لآخر الأمم أو أشرف شيء وما هو الجعل الإلهي أكو خلقة الخلقة تصير عند الكل عند الطالح والصالح لكن الخلقة الجعلية لا ما تكون إلا للصالح هل أنا أقدر أن أتدخل في خلقة أو في وجود إنسان أو في شيء نعم بعض الفلاسفة يقولون نعم يجوز ذلك إحنا هل يجوز أن نكون من الموطئين من الممهدين لظهور الإمام الحجة نعم منين ابدأ بنفسك أول كفشر نفسك أول مو تريد تصير معلم من غير ما أنت أنت أول تعلم كيف تكفشر نفسك من الخلق فعند ذلك لهذا لما نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وعليه وعليه من صفاته سلام الله عليه الآية تقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم وفي قراءة من أنفسكم أنفسكم بعض قالوا هذا مو معنى يعني شنه من أنفسكم يعني منين يعني من الملائكة رسول الملائكة موجودين من زمان الأكثر تطابق بين كثير من المفسرين العامة وإحنا تقريبا قاطبة إذا نقول أوعدنا تفسير الأكثر نأكد عليه من أنفسكم ما معنى أنفسكم يقولون الإنسان يصل إلى كلمة أنفسكم أنا وإنت نقدر نوصل مبدأها أو أول درجة بالوصول من أنفسكم أنه تكون أنت مختار في حياتك ومماتك إذا الإنسان صارت عنده صفة الأنفسية صفة القدسية الأنفسية أول شيء يكون موته وحياته باختياره من هنا يقول تعال شوف السيدة الزهراء ماذا تقول السيدة الزهراء تقول لقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله قبض رأفة واختيار الله قال تريد تبقى ما ينزل منك شيء الحسين قيل له تبقى ما ينزل أنت واصل رسول الله قال لا أختار وأصطفي الموت بجوار ربي يقولون منين هاي أخذها هاي يأخذها من أنفسكم الإنسان لما يصير نفيس لما يصير متكامل وهاي موجودة إحنا هم نقول بعض الأحيان تقل لعد ابنك أفديك بعض الأحيان تقل لعد عائلتك أفديك أمروحي بنفسي هاي وين توصل هاي توصل لعد نوع من الوصول إلى الكماليات العائلية مو إلا الكماليات المعنوية الكماليات المعنوية تخليك بكل شي لهذا يقولون تقول السيدة الزهراء سلام الله عليها كان موته باختياره وما تسكت ومولده باختياره وهذا المحير العالم واحد يجيك من هذول أهل البعران ما يدري شي يقول وبالأسف الشديد نحن مصفين وياهم مصفك لكن هذا محمد ما خلقت الأفلاك ما خلقت الخلق كنت كنزا مخفية أردت أن أعرف نفسي لخلقي فخلقت محمدا وقال محمد الله صلي على محمد إذن هذا الجعل الذي جعله الله أو جعل به رب العزة نبيه النبي صلى الله عليه وعليه وعليه سلم شوف وين يوصل الإنسان وين يخل الإنسان يوصل إلى درجات وما في نبوة عدنا إلا بالجعل الإلهي لا يأخذ إلا كما قيل فيه إبراهيم عليه السلام قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين لا صر عندك مشكلة أنه أمير المؤمنين وما أدري خلافة ما نغرض ذول ناس مثل ما صدام كان رئيس العراق وما كان هل كان على حق هاي الرؤساء اللي تشوفها كل يوم مو معنى أنه على حق الذي على حق كن لم يكن قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين الظلم على النفس وعلى الخلق وعلى الله كلك ما كن فليهذا لما يصير الجعل الإلهي كن جعل من فوق مو يجيب لك واحد يقول ومن صفاته الخليفة الثاني من صفاته فانظروا كيف كان مولده وكيف تلطف الله حتى جعله خليفة ويشنه أولا ما تدريش وذا تقول ما تقدر تستوعب من الإهانات اللي في صفاك ربك واصطفاك نذيرا يا من بطلعتك الوجود ونيرا هي دفعة للنور من بحر السنة رحب الفضى بها غدا مأمورا هي قبسة ممن تجلى نوره للطور من سيناء فدك الطور وولد إمامنا صادق آل محمد شريان العلوم لما يجي النبي صلى الله عليه وعليه 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 أول كلمة أول كلمة أول شيء لما صاحبه من قبل الواحي اقرأ باسمه ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم نون والقلم وما يسترون هل رأيت نبيا جاء بالكتابة والقراءة والعلم كما جاء محمد وهل عرفنا أولياء وأصفياء وخلفاء محمد هل عرفنا صادقهم الإمام الصادق عليه السلام أبوه الإمام الباقر وأمه فاطمة المكنات بأم فر ونسبها يرجع إلى يزدجرد تزوجها القاسم وكانت القاسم أيضا يقولون من أبي بكر من أسماء بنت عميس فخلف منها عبد الرحمن عفوا والقاسم ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر فولدت له فاطمة أو أم فروة التي تزوجها الإمام الباقر سلام الله عليه هذا المولد العظيم الذي بشر بالعلم مولد العلم قيل ما معنى جعفر قال نهر العلم أو نهر في الجنة من اشتاق إلى علوم الله أو معرفة الله فيأتي إليه فكيف سمي هذا بذاك قال لأنه من اشتاق إلى علوم التوحيد وعلوم الأنبياء فليأتي إلى صادق آل محمد اللهم اللهم نسألك وندعوك بحق محمد وآل محمد أن تعجل في فرج مولانا وأن تسهل علينا أمرنا وأمورنا بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها في كلمة حول الطعام الطيب طعام بعض الأحيان يسأل أنه حلال يكون طعامك حلال قرآن الكريم الحديث يقول فليكن حلالا طيبة يقول إجتئة امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت سيدي يا رسول الله جئتك بمأدبة بطعام فوالله ما أخذته إلا من كد يميني وعرق جبيني وطبخته وجئت به إليك فإنه حلالا طيبة قال لا حلال نعم لكن طيبة لا قالت ولم يا رسول الله قال لأنك تأخرت عن صلاتك في طبخه تأخرت في صلاتك عن طبخه فذهب الطيبة فبابا اليوم إحنا مبتلين بأوضاع عجيبة غريبة من تريد تحكي انتبه من تريد دافع انتبه أحسن كلام أحسن شيء ارفع يدك إلى السماء وادعوه لا أنا ولا أنت لا هاي الأحزاب ولا أحد ما حد يقدر لا يصحح العراق ولا يصحح غير مكان لها صاحب يأتي أين صاحب الطلعة الرشيدة والقرة الحبيدة أين صاحب من يكتمل البصر بنوره لهذا نسأل الله سبحانه وتعالى احنا شوية من غير شوية نسأل سيرة النبي بوحدها أو سيرة الأئمة الإمام الصادق يقول والله سيرتنا تسبيح الله يقول يمتن والذي يمتن فنسأل الله في حق محمد وآله محمد اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وكلنا وعظيرنا بنظرة مننا لا يعجل فرجة سهل مخرجة أوسع منهجة اجعلنا من أمصاره وأعوانه والذابين عن والمستشهدين بين يديه ما له حق حاجق لدنا الدعاء شفاء مرضانا فك أسرانا رفع الهم والغم عن عراقنا الجريح وبلداننا بأكملها سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمد في دعم شبابنا أهلنا عراقنا في هذه الأيام خاصة التوعية الكاملة تكون إن شاء الله وقمح وقاطح كل أيدي نجسة ورجسة من هذه البلاد الطاهرة بلاد الحسين بلاد أمير المؤمن عليه السلام وأن نكون على وعي محمدي ووعي إن شاء الله جعفري بالنبي وآله وننصف أنفسنا مما نراه في معرفتنا بنبينا وبقرآن الكريم بالنبي وآله اللهم احفظ العراق بأهله بسكنه بمدافعيه من يريد الخير له بحق محمد وآله الطاهرين الأخوة الحضور من لوحاجق لدى الدعاء بحق الحسين اللهم احفظ مقدساتنا خاصة في النجف في كربلا في الكاظمين في سامرا في العراق في لبنان في إيران في أفغان في الخليج في الحارمين الشريفين في كل مكان بالنبي وآله رحم الله أن يغلق الفاتحة مسبوقة بصلوات ثلاث على محمد وآل محمد الله صلى على فلت وآله محمد الله صلى على فلت وآله محمد اللهم صلى على الله صلى على دعاء الإمام الحج اللهم كل وليك الحجة ابن الحسان صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليان وحافظا وقائد وقائد وناص ودليل وعين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين أفلح من صلى على محمد وآل محمد وقائد 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 شكرا